سألت نفسك قبل كده إيه مشكلتنا مع مدينة الانتاج الإعلامي؟ ليه دايما أنا بقول عليهم حضيرة الانتاج الإعلامي؟ ليه دايما بنقول إنه هما الأذرع الإعلامية؟ ليه دايما بنتكلم إنه هما حذاء النظام الفلاني؟ إيه مشكلتنا مع الناس المضيعين والمضيعات اللي مجونين في مدينة الانتاج الإعلامي؟ هل هي مشكلة سياسية؟ يعني فيه مثلا خلاف سياسي ما بيننا وما بينهم؟ أو ما بينك وما بينهم؟ ما بين قطاع كبير من الشعب المصري وما بينهم والد هم ما بيدعموا نظام موجود دلوقتي انت شايف ان النظام ده هو مشكلة من مشاكل مصر وبالتالي هناك خلاف سياسي معه صحيح طيب في خلاف او تضارب مصالح الحقيقة ان هم مصلحتهم في وجود النظام المصري ومش بيتكلموا باسم الشعب المصري ولا بيتكلموا للحفاظ على مصالح الشعب المصري فهناك تضارب مصالح بين مصلحتك انت كمواطم مصري وبين مصالحهم هما اللي واخدنها من النظام طيب لو رحل هذا النظام كويس وظهر لهؤلاء انهم كانوا على خطأ واعتذروا عما فعلوه طبعا اللي تورط فيهم في تحريض على قتل او جرائم دي قصة تانية كويس او تفريض في ارض او كده انما لا بتكلم على الناس اللي كان بتطلع تعدي يعني تتكلم وكلام زي كده وبعدين تبين ليهم ان لا كان في حاجة غلط فعادوا الى الاصل ايه هو الاصل اللي هو البلد اللي هو الوطن مش النظام فبدأوا يتكلموا بخطاب وطني بدأوا يدفعوا عن الارض بدأوا يدفعوا عن الكرامة الوطنية بدأوا يدفعوا عن الامن القوم المصري بدأوا يتكلموا عن مصلحة الشعب المصري بدأوا يبقوا سلطة ربعة بدأوا يقفوا في صف المواطن المصري امام رأس الدولة ورأس الحكومة وا 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 ساعتها يكون بينك وبينهم مشكلة لا ساعتها يكون بيني وبينهم مشكلة لا ساعتها ستتحول مدينة الانتاج الاعلامي الى قنوات مصرية تتحدث باسم المواطن المصري تواجه الدولة النظام كسلطة رابعة وتحافظ على مصالح الدولة ساعتها نشوف عمل صحفي وعمل مهني محترم مش كده فمشكلتنا مع مدينة الانتاج الاعلامي مش في اشخاص بيننا وبينهم خصومة شخصية او عداوة او اي حاجة هو مصري وانا مصري وانت مصري هو بيدعم نظام بشكل ما واحنا شايفين ان دعمه ده بيوصل البلد كلها للخراب طيب ليه بدأت البداية دي لما يطلع خطاب من احد الاذرع الاعلامية وهذا الخطاب بيخدم المصلحة الوطنية المصرية انا دوري ان انا اطلع اقول الخطاب ده كويس يا جماعة بغض النظر مين اللي قاله ومواقفه السابقة ومشاكله اللي قبل كده لازم في اللحظة اللي احنا فيها دي لما تسمع واحد جوة مدينة الانتاج الاعلامي بيكلمك عن الامن القوم المصري بجد مش عشان السيسي بيكلمك عن المصلحة الوطنية عن الارض المصرية عن السيادة المصرية عن الكرامة الوطنية المصرية بجد مش عشان السيسي ساعتها انت لازم تقول له برافو عليك يا استاذ عمر عمر اديب انبارح ترنت عمر اديب انبارح طلع اتكلم عن تصدير الغضب المصري وانه ضرورة لازم تحصل ولازم تبان ولازم تتقال وده في مصلحة مصر على عملية رفح وعلى اللي اسرائيل عملته في محور فلاديلفيا اتكلم كمان ان شكل الدبابة اللي دخلت او المدرعة اللي دخلت ده تصرخ مستفز وغبي ولا يليق وفي تجاوز لكل حاجة اتكلم على ان غزة مفيش حاجة اسمها ملناش دعوة بغزة بل الراجل قال ان احنا غزة مرتبطين بها حتى لو لمينا هدمنا ومشينا غزة تفضل معاك وملزمة منك لاخر العمر لاسباب كتيرة جدا قال ممكن اعمل عليها ندوة واتكلم فيها عمر اديب انبارح اتكلم عن رأيه ووجهة نظره في اللي بتعمله حركة حماس في مواجهة اسرائيل عمر اديب اتكلم امبارح عن صمود الشعب الفلسطيني في ارضه عمر اديب امبارح اتكلم عن ضرورة ان مصر يكون لها دور عمر اديب امبارح اتكلم عن قوة الموقف المصري المفترض تظهر في مواقف زي دي حد من اللي بيتابه اخر كلامه يقول لي طيب يا سيدي احنا اسمعنا الكلام ده منك ما انت قلت الكلام ده يوم عملت رفع ودي نقطة تاني احنا لما اتكلمنا في الكلام ده انا قلت لحضرتك من البداية المكان ده هو قناة مصرية بيصنفوها معارضة بيصنفوها اخوان بيصنفوها تبع المخابرات المش عارف ايه وايه براحت كل واحد يعني يصنف التصنيف اللي رايحه لكن في الاول وفي الاخر انا باطلع باتكلم باللي انا مؤمن بيه ان هذه قناة قناة مصرية لظروف خارجة عن اراداتها تبث من الخارج وانه الكلام اللي انا بقوله هنا يفترض انه يطلع في مدينة الانتاج الاعلامي فيوم ما يطلع انا مش هطلع فرحان وقولك ها قاله كلامي عمر اديب قال كلام اسامة جويش واخر كلام انا مش دي القضية خالص القضية ان المواطن المصري اللي بتفرج على عمر اديب اللي هو جوه مصر يسمع انبارح ان واحد زي عمر اديب بيقوله انت لازم تزعل من اللي اسرائيل عملته انت لازم تغضب من اللي اسرائيل عملته مصير غزة هو مصير مصر غزة مهمة للامن القوم المصري يمكن لما يسمع الكلام ده من اسامة يقولك يا عم اصله وبرة يا عم اصله مكملين تمام يا سيدي اديك سمعته من عمر اديب المواطن المصري السعودي في قناة سعودية على ارض مصرية وعمر بكل علاقته بالسعودية بالتأكيد ينسق مع اجهزة سيادية مصرية قبل ما يتكلم في الكلام ده فكون الخطاب ده اللي انا بصنفه انه الخطاب وطني في لحظة فارقة بيطلع من الانتاج الاعلامي فانا سعيد جدا مش لانه زي ما قلتنا بنقوله ماهيش دي قضيتي القصة احنا بنتكلم على بلد دلوقتي وعلى امن قومي مش مين سبق مين ومين قال ايه ومين عام ماهيش دي القضية خالص ولا هتكون لكن القضية زي ما بقولك اللي قاله عمر مبارح مهم بيكشف زيف اللجان الالكترونية بيعري الناس اشباه المذعين زي ابراهيم عيسى وزي نعقة الديهي اللي طلعوا طبلوا وبرروا وحاولوا يجملوا الصورة لكن الحياة الصورة لم تكن تحتمل اي تجميل اللي حصل كان شيء يدعو للغضب يدعو للاستنفار يدعو لردود فعلة حقيقية من الدولة المصرية مش بس النظام المصري الدولة يعني النظام والشعب معا وبالتالي ده بيرجعنا ليروشيتة كتبناها يوم العملية من عشر خطوات لازم الدولة المصرية تتحرك فيها وقلت اي نظام المفترض انه يعمل ده وطلع بعض الابواق الاعلامية تقول انت هتعلمنا نعمل ايه وتقولنا لا يا سيدين مش بيعنا نعلم حد احنا بنتحدث زي ما قلنا الخطاب الوطني والضمير الوطني بيملي عليك ايه في اللحظة دي فبتطلع تقوله كل واحد بقى ياخده يقيمه بالشكل اللي هو عايزه فدي اول نقطة حصلت امبارح مش عايز اوجه تحية لعمر قديم ولا حاجة لانه ده الخطاب المفترض انه يتحرك بيه ويكون هو المحرك ليه واللي انا اشك انه هو يعني بيتحرك بيه اصلا لكن في لحظة دي دي الحقيقة كلام امبارح اللي قاله عمر كان كلام مهم جدا وكان نازم يتهي